اختتم معرض التمويلات الإسكانية أعمال نسخته الثانية مسجلاً إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين استفادوا من العروض الحصرية التي تم تقديمها لأصحاب الطلبات الإسكانية وقد حقق المعرض الأهداف المشهودة من خلال النتائج الإيجابية المتحققة على أرض الواقع حيث تجاوز عدد الزوار الآلاف على مدى أيام المعرض العشرة شهد معرض التمويلات الإسكانية 2023 في نسخته الثانية إقبالاً كبيراً منذ انطلاقته في الخامس عشر من الشهر الجاري حيث استمر لعشرة أيام متواصلة قدم خلالها للزوار محفظة عقارية تضم أكثر من عشرة آلاف عقار إلى جانب وحدات مشروع سهيل الإسكاني باللوز الجديد الذي يتكون من 132 وحدة سكنية جمعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في هذا المعرض تسع عشرة شركة عقارية قدمت منتجاتها من الشقق والفيلل والقسائم بالإضافة إلى ثمانية بنوك تجارية التي عرضت على المواطنين الخدمات التمويلية التي تعينهم على امتلاك وحداتهم السكنية والتسهيل عليهم لأخذ قراراتهم والاستفادة من العقارات الموجودة والحوالات التمويلية الفورية وشكل معرض التمويلات الإسكانية حلق التواصل بين المواطنين والشركاء حيث تم خلاله حجز العديد من العقارات مما يساهم بشكل كبير في تقليص عمليات الانتظار والاستفادة من الخدمات الإسكانية بالإضافة إلى إنهاء العمليات البنكية المتعلقة بالخدمات الإسكانية تحت سقف واحد